استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرتاج وزير الحج والعمر بالمملكة العربية السعودية توفيق أربعة وتركز اللقاء بشأن التسليلات الخاصة بمزيد تيسير إجراءات الحج والعمر للتونسيين وتوفير أفضل الخدمات لفائدتهم ونوه رئيس الدولة بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخي القائم بين تونس والمملكة العربية السعودية مؤكدا الإرادة المشتركة من أجل مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية وقد أكد الوزير السعودي حرص بلاده على تيسير إجراءات قدوم المعتمرين والحجاج من تونس وإزداء أفضل الخدمات لهم بلغت حقامته عن حرص المملكة على تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين من تونس لتقديم كل التسهيلات لهم وهذا ما رأيناه من دعم كذلك من تونس لتقديم كل التسهيلات وأخبرت فخامته على التعاون بيننا في وزارة الحج والعمرة وكذلك وزارة الشؤون الدينية لكل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج عند قدومهم وكذلك الاستعداد المذكر لحج عام 1445 كان لقاء حيكة مثمر ومفيد وأشكر لفخامة الرئيس هذا اللقاء وأشكر لتونس على حسن الضيافة كانت زيارة موفقة وهي أول زيارة لوزير حج لتونس ترجمة نانسي قنقر